السلام الله عليكم أحبتي في هذا الفيديو سوف أقوم بحل هذا الامتحان وهو وطبعا أن هاي معلومات الامتحان طبعا المسائل الجايين فيه ورقة واحد زي ما انت شايف عند المسائل الأولى فيها أربع فرق الثانية فرع واحد الثالث فرع واحد الرابع فرع واحد والخامسة فرعين السابع فرعين الثامنة فرع واحد والمسائل التاسع فرعين طبعا قسمت المسائل بحيث أني أقدر ألاقي لحالي مساحة أهل نفس الترتيب هذا موجودين عندي هون هاي السؤال أول ايه دي سوء وانت سوفورث ونبدأ بالمسائل الأولى المسائل الأولى أنه وطبعا عندي هون إنتيجريشن باي بارتس كما ترى رح أسمي هذا آي فور سيمبليسيتي سو آي وهذا طبعا باي بارتس طبعا عندي جزء اللي هو البلونوميال وعندي صاين اكس اوكي سو كلنا بنعرف أنه يو بهذه الحالة لازم تكون البلونوميال بارتس اللي هو هذا الجزء سو عندي آآ يو ايكولز آآ اكس سو كونسيكونتلي آآ دي يو ايكولز آآ دي اكس وسيم وايز رح يكون عندي دي في طبعا ما تبقى من المسألة وهو ساين اكس آآ دي اكس وهو رح نعمل انتدريفاتيب يعني بي انتدريفاتيب للساين هو ماينس آآ كو ساين اكس بهذا الشكل دي رح نضرب هاي الاشياء آآ بهذا الشكل دي عندي آآ طبعا هون في عندي ماينس آآ انتيجرل آآ يتحول آآ الى هذا الشكل طبعا لما نضرب آآ يعني اذا كتبت بهذا الشكل اكس ماينس كو ساين اكس هذا يعني ماسف لي انكورركت غلط دائما الاشارة نكتبها في البداية سو عندي ماينس اكس دين عندي آآ كو ساين اكس آآ ماينس طبعا عندي ماينس وفي ماينس موجود بالقانون سوء تلبي بلس انتدريفاتيب آآ كو ساين اكس آآ دي اكس بهذا الشكل آآ بقى علي خطوة واحدة فقط آآ اي ايكولز ماينس اكس آآ كو ساين اكس طبعا انتدريفاتيب للكو ساين هو آآ ساين اكس وبس نخلص عندي بلس آآ سي وبذلك تكون هاي المسألة آآ قد انتهت آآ الآن يا اصدقاء آآ بعض المسألة نكون تيجي انه هل ممكن الطالب يشتغل هذا تابيولار مثود انا ما بفضل انه الطالب هون يستخدم تابيولار مثود مع العلم انه راح تعطيني نفس النتيجة والسبب هو انه هذا البولونوميا اللي موجود عندي هون زي ما انت شايفين باور ون يعني لو كان مثلا باور 2 او 3 طبعا بكون عنده تابيولار مثود فعالة ولكن انا راح اشتغل تابيولار مثود فقط حتى افرجيك انك تحصل على نفس النتيجة وانا لا اشجع على استعمال تابيولار مثود لما يكون عندي انتيجريشن باي بارتس مرة واحدة اذا كنا بدنا نلجأ للتابيولار مثود اذا كنا بدنا نلجأ للتابيولار مثود ثم اليوب تعرفوا راح تكون هي البولونوميا البارت يعني اكس اول دريفاتيب ون ثاني دريفاتيب زيرو اوكي ثم اوكي الان عندي طبعا الدي فيز راح يكونوا بهذا الشكل طبعا عندي ساين اكس وهون راح يصبح عندي اول انت دريفاتيب هو ماينس كو ساين اكس ولاست ونويل بي ماينس ساين اكس بهذا الشكل لانويل ملتبلاي طبعا الترتيب هون كثير ضروري يعني يكون متقابلين زي ما انت شايفين بهذا الصورة حتى ما يصير عندك غلط فلاحظي ارعاك الله انه اي لا تختلف يعني نفس الاجابة اللي حصلني عليها سابقا راح حط الماينس بالبداية ذن البولونوميال ذن عندي كو ساين اكس طبعا الاشارة هون نسيت اكتبهم بصراحة عندي هون الاشارة بتكون بلس وهون ماينس بهذا الشكل ذن ماينس وماينس بيتهول عندي لها بلس اه ساين اكس اه ولاست وندي لست عندي سي لاحظي ارعاك الله انه هذه الاجابة اللي موجودة هون هي نفس الاجابة اللي موجودة هون وانا بأكد انه انا لا اشجع على استخدام هذه الميثود كونه عندك بس انتغريشن باي بارت مرة وحدة طيب فيما يتعلق بالمسألة التالية وطبعا عندي هون هون وكما ترى عندي اكس سكويرد بلس ناين او ممكن تكون هاي ناين بلس اكس سكويرد ما في مشكلة هاي سوف أسمع هذه اي اوكي طبعا احنا عندنا ثلاثة اشكال للترجلم ترى صبستيوشن وهذا الشكل يحتم علينا انه نستخدم اكس بهذه الحالة x equals 3 اللي هي square root of 9 then times 10 ثيتا بعد ذلك أحبتي رح نوجد الدفرنشل طبعا الدفرنشل اللي عندي بهذه الحالة هو dx equals 3 secant squared theta d theta وطبعا هذا الفرض بغاية الأهمية رح نستخدمه مرة ثانية في حل هاي المسألة then i will be like this i equals هلأ رح نبدأ نعمل replacement مكان الأشياء الموجودة عندي بx ستتحول إلى in terms of trigonometric things بالنسبة للو نخليها 1 بالنسبة لل dx كما ترى dx هي 3 secant squared theta d theta وطبعا عندي x هون اللي هي 3 tan theta اللي هو هذا الفرض اللي موجود هون أوكي وطبعا عندي هون radical 9 10 squared theta plus 9 وهون يا أصدقاء رح تحدث عن هذا الجزء هذا الجزء مباشر يتحول إلى 3 secant 3 secant طبعا بدون إطالة بدون تفسيرات بإمكانك تعملوا لجتل 3 secant بدون تفسير so عندي هون anti derivative زي ما أنت شايف عندي 3 tan theta وطبعا عندي 3 secant theta times 3 secant squared theta d theta بس خلينا نفسر هذا كيف تحول هذا ال radical إلى 3 secant وأنت غير ملزم بذلك بالامتحان ما في داعي لهذه الخطوة سو عندي زي ما أنتو شايفين 9 10 squared theta plus 9 في عندي 9 common factor بس برا radical 2 will be 3 دين عندي square root of 10 squared theta plus 1 كلنا بنعرف أنه tan squared theta plus 1 هي secant squared theta طبعا عندي squared وردي أخبر بلغوا بعض so it will be 3 secant theta وأنا بأكد أنك بإمكانك أنك تنتقل من هاي الخطوة لهاي الخطوة مباشرة بالامتحان هذا لن يؤثر على سلامة الحل طبعا في عندي هون واحد في عندي cancellation عندي 3 with 3 عندي secant لأنه squared with secant سو بيبقى عندي فقط secant so it will be one third ها بفصلهم يعني one over 10 theta times secant theta d theta رح رجع هالي المسألة إلى أصلها يعني in terms of tan sine and cosine كلنا بنعرف أنه secant theta secant theta هو one over cosine theta one over cosine theta في حين أنه tan theta equals sine over cosine sine theta equals sine over cosine theta بهذه الصورة وهذا خليهم هون بتحتاجهم أي وقت بس أنت لاحظ أنه عندي هون one over ten فلأنه في reciprocal فأيضا رح أقلب هذا يعني رح يتحول ل cosine over sine okay so it will be one third ممكن تكتب one third برا برا الانتيجر أو تخليها جوا برضو ما في مشكلة it's up to you so it will be cosine زي ما اتفقنا theta over sine theta بالنسبة بالنسبة لل one over تان بالنسبة لل secant هي one over cosine theta d theta وشوف simplification أنه عندي cosine eliminated with cosine so تبقى عندي one over three وعندي هون integral one over sine theta d theta وكلنا بنعرف أنه أيضا رح أضيف هاي هون أنه one over sine theta equals cosecant theta بهذا الشكل so it will be one third وعندي integral ل cosecant theta d theta بالنسبة لل cosecant أصدقاء هذا لازم تطالب يكون حاثبه كويس secant وال cosecant لأنه cosecant بصير minus طبعا المينوس رح نكتبها قبل one third minus لن cosecant theta plus code theta plus c طبعا مسألة الانتقال من هاي الخطوة للخطوة هاي ما فيها عبقرية فيها أنه واحد حافظ واحد مش حافظ بس so هي formula بتكون عارفها طبعا رح نيجي هون الآن نلجأ ل right triangle طبعا هدف من right triangle هو نرجع المسألة in terms of x ok so عندي هون طبعا I will call this angle theta so من هذا الفرض اللي عملناها بالأساس نستنتج انه tan theta equals x over 3 so tan غاليني أكتب هون tan theta equals x over 3 لو بمثابة اني قسمت هون both sides by 3 so احنا منعرف انه طبعا هذا هو الابوسط side وهذا هو الادجيسنت side للأنجل theta so this is x و this is 3 وهذا من كانت استخدم بيثاغوريان theorem it will be x squared plus 9 وهلا من هذا التريانجل رح نقدر نوجد الكوسي كنت والكوت so on and so forth so tool b minus 1 over 3 لن كلنا بنارف انه الكوسي كانت ور سب لكل الصين فالصين طبعا بيساوي الابوسط على الهايب ولكن الكوسي كانت الان بدو يختلف بدو يصير الهايب على الابوسط side so tool b square root of x squared plus 9 sorry over x وبالنسبة للكوت هو الريسيبركا للتان طبعا التان هي موجود هون يعني بإمكانك تستغل وجود التان هون وهذا will be what 3 over x وآخر شيء هو plus c فهذا هو المسألة الأولى part b وننتقل للمسألة الثالثة أو الأولى part c وطبعا عندي 10 to the power of the 3 time c x dx طبعا خلينا نبدأ أسميها i و to be honest with you guys أنه بهذا المسألة بصراحة في أكثر من سيناريو للحل يمكن نفرجيك أكثر من جواب ألا كلهم صح بس كل واحد يعني بأي باث مشى شو سمى السؤال وهكذا خلينا أبدأ بالسليوشن الأول i will call this solution number one أوكي وبهذا السليوشن طبعا رح أفصل هذا الموجود عندي على هذا الشكل أنه i equals رح أخلي هذا يتحول من هذا الشكل يعني من tan cube sorry tan squared x times tan x times secant x d sorry dx x بعد ذلك أصدقاء رح أقوم بتحويل tan squared هاي الموجود عندي هون إلى secant squared minus 1 لأنه هك الـ identity بتحكي أنه بإمكاننا نحول tan squared إلى secant squared x minus 1 so it will be secant squared x minus 1 times 10 x secant x dx وهون طبعا رح استخدم y substitution في ناس بسموها y substitution the way you like هذا ما بيأثر بصراحة شو ما سميت تسمي it's fine so it will be like this u أو y sorry equals secant x then رح نوجد differential اللي هو طبعا dy equals secant x tan x dx x ولأخذ معي رعاك الله انه اللي نتج عندي هون اللي نتج عندي هون هو نفس اللي نتج اللي موجود عندي هون طبعا باختلاف الترتيب يعني الترتيب مو نفسه ولكن هم نفس الشيء لانه ضرب commutative ما بيأثر تان secant أو secant تان كلهم زي بعض فرح نبدأ الآن نعمل substitution سو هذا الانتيجرال ولي طبعا عندي y it will be y squared minus 1 times dy لأنه كل هذا اللي موجود هون بإمكاني لجتلي أني أبدله فقط ب dy وصار هذا عندي derivative سخيف بصراحة so it will be like this i equals y to the power of three one third وال one لا نغلط ونقول x لأنه with respect to y زي ما انت شايف عندي هون dy right لذلك الone بتصير y not x plus c بعد ذلك يا أصدقاء ممكن أنه نعمل substitution back so it will be طبعا رح نرجع للفرض اللي عملنا اللي هي this one y equals secant x نعمل substitution back و that's it okay so it will be one over three then حكينا أنه secant to the power three of x minus secant x plus c so هذا one scenario to solve هذا المسألة أو هاي المسألة ولكن في سيناريو آخر وأنا شخصيا لو بد حل بستخدم هذا ولكن أحاب أفرجيك أنه دائما في مش دائما في كثير من الأحيان في آفاق للتغيير وآفاق للابتكار يعني فخلينا نشوف solution 2 شو ممكن يكون طبعا حل الثاني أنه رح أرجع هاي المسألة كاملة إلى مكونات الأساسية من سين و كو سين فسو عندي I equals integral تان to the power 3 of X secant X DX طبعا ممكن نعبر عنه بهذا الشكل I equals التان هو سين over كو سين سين to the power 3 of X Cosine to the power 3 Times 1 over Cosine x dx طبعا زي ما انت شايف انه عندي هنا Cosine to the power 3 وعندي هنا cosine سو هدول cosine to the power 4 وفيك تسحبهم لنumerator سو تلبي cosine to the minus 4 سو تلبي like this Sine to the power 3 of x Cosine to the minus 4 of x dx وطبعا اذا بتلاحظ عندي انه هذا الpower اللي موجود هون هو odd power طبعا هاي حالة مشهورة لما يكون عندي sine والcosine مع بعض وفي واحد منه powers odd فاحنا رح نحول هذا لsine squared so it will be like this sine squared x وسine x cosine to the minus 4 x dx والان يا اصدقاء فيما يتعلق بهذا الجزء اللي موجود عندي هون اللي هو sine squared ومنعرف انه sine squared فيها مجال داما لأمرين يعني اما بتحول sine squared لcosine squared minus 1 minus cosine squared او انه بتحولها الى one over two one minus one minus cosine two x so اما بحولها الى one minus cosine squared x في عندي option ثاني ولكن هو مش option بمعنى انه option اللي رح اكتب بس القوانين اللي بتساعدني one minus cosine two x طبعا هذول الاثنين صح لكن مش الاثنين بساعدوني الان اللي بساعدني هو الاول يعني انا ما بتحدث مين correct ومين incorrect both correct ولكن فقط هذا هو الذي يفي بالغرض الان وليس الثاني كويس الثاني ما رح يفيدني بصراحة رغم انه صحية وهذا مثال عملي بالماث على انه مو كل الاشياء الصح بتفيد في اشياء صحيحة ولكنها غير مفيدة وهذا مثال على ذلك so it will be one minus cosine squared x times sine x times cosine to the minus 4 xd xd رح نعمل distribution فقط للcosine يعني الصين رح نخليه as it is برا ok so it will be like this okay so it will be like this cosine to the minus 4 of x minus طبعا عندي بجمع الباور so it will be to the power minus 2 وعندي هون sine xd x وطبعا رح استخدم y substitution نفس الشيء رح اعمل substitution هون so y equals cosine x then d y will be minus sine x dx طبعا I will multiply by minus 1 لأنه لاحظ أنه عندي sine x dx بس ما في عندي minus so it will be minus dy oh sorry dy equals sine xd x راقبا رعاك الله انه هذا الانتدرivative صار minus y to the minus 4 y to the minus 2 dy طبعا هون سهل نجد الانتدرivative اللي هو minus رح يصبح عندي y to the minus 3 و minus 1 third وعندي minus y to the minus 1 1 over minus 1 plus c رح نعمل substitution back فبيصبح الحل عندي minus minus 1 third عند ال y طبعا هي cosine زي ما اتفقنا هايوه هذا الفرض so it will be cosine to the minus to cosine x to the minus 3 طبعا بتصير عندي plus 1 ليش لأنه في عندي هنا minus وعندي 1 over minus 1 and cosine x to the minus 1 plus c بإمكانك تخلي هذا الحل هيك أو بإمكانك تنزل ال cosine لل denumerator وتشيل negative power وسيم بالنسبة للكوسين الثاني طبعا هاي أصدقائي ليست cosine inverse وإنما هذه cosine to the power minus 1 طبعا هاي يعني حلين أنا طبعا شخصيا كثير بفضل هذا الحل لأنه بصراحة simpler لكن أيضا في هذا ال option الثاني بإمكانك تلقى عليه نظرة أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى part d فعندي partial fractions وشكله بيحكي إنه off case ون وخلينا نشوف كيف نحل هذا مع بعض طبعا يا أصدقاء وكل عادي I will call this I so طالب دائما رح ياخد هذا اللي هو عندي X squared minus X وحاول يعمله factor ممكن بالcalculator ممكن منت لذا way you like ما في مشكلة so X common factor بيبقى عندي هون X minus 1 إذا كنتم تستخدم calculator mod 5 3 رح يعطيك عددين إنه رح يعطيك إنه X zero طبعا هذا معنى إنه في X factor ورح يعطيك X 1 it means إنه الفاكتور X minus 1 so إذا أكيد الطلاب familiar مع هاي الشغلات كيف يعمل factorization whatsoever so رح نيجي هون نكتب partial fractions decomposition المناسب طبعا عندي X times X minus 1 وطبعا هذا partial fractions of case 1 اللي بيخليه case 1 إنه عندي 2 factors هذا الأول وهذا هو الفاكتور الثاني وكل واحد منهم linear linear يعني X عليها power 1 هذا اللي بنقصد بكلمة linear power 1 power 1 وأيضا هم مختلفين عن بعض so عندي 2 linear factors مختلفين إذن هذا هو case 1 من partial fractions so it will be A over X plus B over X minus 1 طبعا بصير تعكسهم يعني بصير تكتب هون A over X minus 1 B over X it's fine ما بيأثر هذا على الحل سواء حلية هيك أو هيك ما في مشكلة then we will unify the denominators عندي A طبعا L-A رح تضرب بما ليس تحتها يعني L-A في عندها X so we will multiply A by X minus 1 so A times X minus 1 وبالنسبة للB same Y طبعا L-B في عندها زي ما أنت شايف X minus 1 so we will multiply by X so it will be like this وطبعا الدي نميراتر بنزل نفسه X times X minus وهنا نستطيع أن نجزم بأنه هذا اللي موجود عندي هون هو equals ل X minus X plus 1 سوري so عندي A times X minus 1 plus B times X equals X plus 1 هون رح نختار اختيارين لX وهذول الاختيارين الvalues بعتمدوا على الفاكترز يعني لأنه عندي هون X فرح أختار مرة إنها X equals 0 ولأنه عندي هذا X minus 1 رح أختار إنها X تكون 1 0 للفاكترز اللي طلعوا معنا so if X equals 0 طبعا لما تكون X 0 كل شيء فيه X رح يختفي يعني هاي البي ستختفي من المشهد لأنه عندي B times 0 فرح تختفي ما رح تظلم موجودة فبيصبح عندي A في 0 minus 1 equals 0 plus 1 لأنه أيضا أنا بعمل بلغ إنه هون ب so it will be minus A equals 1 it means أنه A equals minus 1 so انتهينا we have the value of A بنفس الطريقة رح نوجد the value of B so if X equals 1 طبعا رح تختفي هاي عندي من المشهد رح تبقى فقط B موجودة so B times 1 B times 1 equals 1 plus 1 يعني B equals 2 و since we have the values of A and B خلاص بنقدر نعبر عن هذا الانت derivative بهذا الشكل I equals A اللي عندي minus 1 over X will be 2 over X minus 1 DX وأسهل شيء أنه نجد الانت derivative will be minus lin X plus 2 lin X minus 1 plus C وبذلك يا أحبتي تكون هذه المسألة قد انتهت إلا أني بحاول أبحث عن أشيك على الحسابات شوي كل شيء سليم بتصوري نجي للمسألة التي تليها وطبعا عندي بحبني determine whether the following integrals بتصور أنه ما فيه S هون هو integral واحد converges or diverges هذا الدليل ثاني أنه integral find the value of the integral if it converges طبيعة الحال يا أحبتي أنا بحب أني أرسم هاي الانتيرفل حتى تعطيني تصور واضح عن شو قاعد بصير عندي سو عندي هاي الانتيرفل اللي بتبدأ عندي هون من 0 لعند 2 وطبعا في عندي مشكلة بالcontinuity يعني أنت لو أخذت 4 minus X squared بعملته equals 0 رح يعطيك أنه X equals 2 و minus 2 طبعا إحنا ما علينا بال minus 2 لأنه بالانتيرفل من 0 ل2 ما في minus 2 لكن عندي مشكلة بالcontinuity هون في عندنا مشكلة بالcontinuity يعني تي تي غوز تو تو لأن المشكلة عنده تو طبعا لو سألنا تو من أي جهة يعني من الواضح أنها تو من الليفت هاند لأنه كل شغلنا على الليفت هاند لتو so from 0 to t وسمحوا لي نكتب هذا بهذا الشكل x times 4 minus x squared to the power minus 1 over 2 dx اللي صار أنه عندي هذا الرذيكل اللي شايفين هو to the power 1 over 2 لأن طلعته لفوق فصار minus 1 over 2 شغلات عادية يعني الآن يا أصدقاء رح نوجد الانت دريفت هو يفترض أنه نشتغل substitution ولكن أنا أخليك يعني وعلمك how to avoid substitution إذا بتعمل الـ الـ function اللي موجود عندي هون الـ الـ هو minus 2 x وإذا بتشوف إيش عندي في بره في عندي بره x فقط فأنا بلزم يكون جنب هاي x minus 2 so I will multiply by minus 2 بهذا الشكل هون وطبعا بره رح نكتب minus 1 over 2 بإمكانك تكتبها هون minus 1 over 2 بس ما في داعي بره اللي متبحس ها ارتب so إذا بتلاحظ شو اللي صار عندي اللي صار عندي أنه the derivative of the inside function بساوي exactly اللي موجود بره لذلك يا أحبتي بستصل لهذه النتيجة وصير عندك ال derivative لهذا موجود هون أول الأشياء بدك تعملها كما هو آتي أولا ما رح أفكر بال minus 2 x رح أنسى وجودها تماما ورح أعمل integral لهذا كأني بعمل integral لل x يعني فقط تخيل أنه عندك x to the x to the minus 1 over 2 what is the integral it will be x to the 1 over 2 بعد ما نزيد 1 والريسبر كالله هو 2 فقط بهذا الشكل سوف نفكر في حساب هذا ال antiderivative so it will be minus 1 over 2 limit as t approaches to from the left وطبعا اتفقنا أنه هذا رح أصير بهذا الشكل 4 minus x to the power 2 كأنه x زيد power 1 it will be 1 over 2 ورسبر لهذا ال resulting power اللي هي الزي الاثنين اللي هون تقريبا ولكن إلا حكتبها برا أيضا بصير تكتبها هون وبصير تكتبها هون أنا برضو بفضل برا ارتب so from zero to t وهذه الأشياء معادة تعنيني بعد ذلك أصدقاء رح نعمل plug in minus lower limit وبفضل قبل هذا أنه رجع هذا لradical برضو بصير الصورة أوضح للطالب إذا رجعت لradical سو هده بتلاحظ عندي هون بهذا الشكل ظن عندي فقط minus limit as t tends square root of four minus x squared from zero to t so it will be minus limit رح نبدأ بالأبر limit اللي هو four minus t squared minus radical four minus zero squared طبعا كلنا نعرف بأنه هذا الشيء الموجود عندي بساوي 2 ورح نعمل طبعا plug in بال two هون إذا بتعمل plug in بال two بتصير عندي four minus four لأنه two squared four وخلاص ما في داعي لل limit لأني بتحسب المت الآن so it will be minus radical four minus four minus two اللي اتفقنا عليها فالجواب هو minus zero minus two يعني الانصر finally equals two وكون الجواب لا هذا طلع finite يعني عدد فمنقول انها هاي طبعا converges يعني سي وان في طبعا انتهت هاي المسألة يا صدقاء وننتقل للمسألة التالية وهو انه هل رح نرسم طبعا عندي two minus two cosine ثيتا وخلينا نشوف كيف يكون شكل هذا واتفقنا دائما يا صدقاء اني باخذ الانجل اللي هون اللي هي ثيتا خلاص انحلت فبعرف الانكريمنت يعني انا في كل مرة رح ازيد pi over two I will create this tiny table طبعا عندي هون ثيتا وعندي هون R اللي هي equals two minus two cosine ثيتا ثيتا اول الشيء رح نمشي من اوكي من ثيتا equals zero الى pi over two كل مرة رح نمشي pi over two انو هذا سوبر important يا اصدقاء هذا هو اللي كل مرة بزيد اوكي ذن رح اكون عند هون pi over two I will add pi over two ممكن تعمل هذا الشيء بال calculator to be pi then pi I will add pi over two will be three pi over two وعندي طبعا هون three pi over two if you add pi over two will be two pi الان بعد ذلك رح نبدأ نعمل plug in يعني رح اخذ هذا zero وعبي هون بهاي الانجل و obviously الجواب رح ينتج عندي هو zero بالcalculator فيك تعمل هذا الشيء الى then I will plug in هذا العدد اللي هون مكان الثيتا بكل هذا طبعا بالcalculator ما في مشكلة واذا بتعمل plug in رح يكون الناتج عندك اثنين again هذا رح يبدأ من اثنين اكيد الى فقط بصير مطلوب منك بس تعمل plug in به ذول هذا رح تعبي هون طبعا والناتج رح يكون عندي رح نعمل plug in 3 pi over 2 به الانجل اللي موجود هون فرح يكون الناتج عندي 2 ذنيا اصدقاء رح نعمل plug in باخر شي اللي هي 2 pi هون والناتج سيكون 0 سو عندي 2 الى 0 لاحظ دائما دائما وين بتنتهي هون بتبدأ هون وين بتنتهي هون بتبدأ هون so on and so forth لا رح نبدأ نرسم بهذا الpooler curve اوكي طبعا عندي هون هذول الax زي ما انتو شايفين الانجل عندي 0 عندي pi over 2 ما في complications بالانجل بصراحة عندي هاي الانجل pi وعندي هاي الانجل وهي 3 pi over 2 وعندي هون طبعا يا اصدقاء هذي بترجع الى 2 pi وخلينا نبدأ بالرسم بإمكانك تستخدم اكثر من اسلوب بدك تذكر دائما انه هذا associated مع هذا هذا اللي هون associated مع هذا هذا associated مع هذا اللي بالاول مع الاول وايضا بالنسبة للاشياء اللي موجودة هون this with this this with this with this this with this ما في مشكلة ممكن تعمل النقاط then you can join them ما في مشكلة برضو بصير خلينا نشوف ايش راح نعمل اول شي عند الزيرو كان عند زيرو يعني كان هون then لما وصلنا pi over two كانت value two so i consider انه هذا واحد هذا اثنين هذا minus one minus two minus three minus four minus one minus two one two ما بعرف مين نحتاج فيهم so عند pi over two صار ثنين يعني صرنا عند هاي البوين لاحظ عند هاي البوين الان انت you will join them ب smooth curve بمشي counter clockwise بهذا الشكل so هذا هو الجزء الاول انتهينا من هذا الان من عندي من الت لما نوصل عند pi راح تكون distance equals four بعرف انه هذا minus four لكن هو ك distance four راح نكون هون طبعا so i will join this like that يعني ممكن يكون الكيرف شوية بهذا الشكل so هذا الجزء هو خاص بهذا الجزء ذن راح نمشي من four لعند الت وعند راح نكون وصلنا الانجل اللي هي اوكي من 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 four لعند two نكون وصل لن هاي الانجل اللي موجود هون اللي هي three pi over two two ايضا هذا minus two ولكن هو distance two so it will be like this وطلع شوي كيرلي it's fine so هذا هو الجزء اللي خاص بهذا الجزء وايضا لم نمشي من three pi over two ل two pi راح نرجع لعند zero so بدي ارجع لهون لهذه النقطة اللي هي لنقطة البداية so it will be like this so هذا هو ال polar كير اللي هو associated مع هاي اللي موجودة هون بذلك نكون انتهى هذا السؤال وننتقل لي المسألة التالية وبتحدث لي عن شغلتين انه to locate and classify so عندي شغلتين نعملهم الشيء الاول هو to locate والشيء الثاني هو to classify all critical points لهذا الملتي variable function اللي موجود عنا وخلينا نشوف طبعا خطوات الحل راح تكون انا بعد دائم بقسم الى ثلاثة مراحل اما المرحلة الاولى فهي انه نحسب شوية derivatives هون partial derivatives of course عددهم خمسة دائما بكونوا خمسة بهذا السؤال خمسة خمسة اكس اللي عندي سيكس اكس بلاس سيكس وهو رح نحسب اف صب اكس واي اللي هي بطبيعة الحال زيرو لانو رح نعمل لهذا واذرس بكتلمين لو واي ولانو ما في واي فالناتج بلا شك زيرو وهو رح نحسب اف صب واي اللي هي طبعا عندي ثري واي باور تو ماينس سيكس واي وهو رح نحسب اف صب واي واي اللي هي طبعا سيكس واي ماينس سيكس سو هذي هي الفيز الاولى هذي اول مرحلة لحل هذا السؤال انك بتقسم حلك لثلاث مراحل المرحلة اللي بعدها انو رح نيجي هون ويول اسيوم انو اف صب اكس ايكول زيرو كونسيكونت لي هذا رح يعطيني انو سيكس اكس بلاس سيكس ايكول زيرو وطبعا يو كان او سوري اخطات لازم انا ازبط شوي عندي ثري اكس سيكويرد بلاس سيكس اكس ايكول زيرو ممكن طالب يشتغل هذا بالكالكوليتر ممكن من تلي the way you like ما في مشكلة لو حليتها بالكالكوليتر I will divide by three than x squared plus two x equal zero طبعا حكيت بامكانك تستخدم الكالكوليتر ما في مشكلة x will be zero and two ايضا نفس الشيء بالنسبة لف صب واي سو عندي اف صب واي ايضا ايكول زيرو وهذا رح يعطيني انه three y power two minus six y equal zero طبعا I will divide by three كمان فبصير عندي y squared حتى لو من هون حليت بالكالكوليتر افكرة بعطيك لفس الجواب يعني ما في مشكلة لهذه الخطوة عادي يعني ماينس two y equal zero it means انه y equals اما زيرو واما two بالمناسبة هاي ماينس two اللي هون هاي غلط مش two ماينس two طبعا الان هذا على خلاف كثير مسائل مرت على الطالب انه ما في عندي relation واضحة بين x و y لكن هي كل x رح تروح مع كل y يعني هلا احنا من critical point الاولى رح تكون zero zero و zero two هذولا two critical points ذن رح يكون عندي ماينس two مع الزيرو وماينس two مع الثو سو احنا منتعامل هون مع four critical points وعرفنا كيف نكتبهم طبعا هي الpoint the critical point اي point هي in terms of x and y so the critical points عندنا كوم اللي critical points بصراحة عندي اول شيء الزيرو و الزيرو بعدين عندي الزيرو و الزيرو بعدين عندي الماينس تو و الزيرو و last on the list عندي ماينس تو و الزيرو هذا باعتبار ان احنا نفذنا المهم الاولى locate we do locate خلصنا عندي اربع critical points ايضا هذه هي الفيز الثانية في حل هذه المسألة اما في ما يتعلق بالفيز الثالثة المرحلة الثالثة والاخيرة انه تكلاسي فاي هذول البوينتس وانا بفضل انه اه تكرييت تيبل سو التيبل رح يخلي حياتك اه اسهل وحلك مرتب وهكذا سو عندي اربع critical points بجزئي اكثر باست بيبر بشوف فيها مسألة فيها critical points عادة بيكونوا ثنتين او اقل ثنتين او واحدة و سواء كان اربعة ولا مقد ما يكون ما هي نفس الكريتيريا سو عندي واحد اثنين ثلاثة بحتاج لكمان رو سو عندي هون رح يكون الكريتكال بوينت ذن رح نحسب هون الديه ذن هون رح نشوف اه اف صب اكس اكس وذن لكلاسي فكيشن خليه نكتب هاي الاشياء كريتكال بوينت ذن يا اصدقاء عندي دي دي بتكتب القانون مرة واحدة اللي هو اف صب اكس اكس اف صب واي واي ماينس اف صب اكس واي اه سيكويرد طبعا هذول موجودين عندي كلهم هون اه بعد ذلك يا اصدقاء رح نكتب اف صب اكس اكس صاين يعني الاشارة اللي هي بوزيطف اللي هي نيكتف سو عن انت سوفورد وهون يا اصدقاء كلاسي فكيشن كلاسي فكيشن تو وات عندي ثلاث خيارات لوك المنمم لوك الماكسيمم سدل بوينت بس طبعا بالنسبة لهذا انت ممكن هون تكتب اللقاء حتى يعني ضلت استخدمه اللي هي دي خلينا اكتب خط اصغر شوي اللي هي طبعا عندي اف صب اكس اكس واف صب واي واي ماينس اف صب اكس واي طبعا هاي لحالها تودا باور تو اف صب اكس اكس عندي اها اللي هي اه سكس اكس بلاس سكس وعندي طبعا اف صب واي واي اللي هي سكس واي ماينس سكس وطبعا عندي اف صب اكس واي زيرو هاي نط انترستنج بامكانك ما تكتبها الزيرو خلينا نبدأ بالبوينت اللي هما البوينت الاولى زيرو زيرو اه نحسب الدي هاي اللي عندي كل شي بحتاجه لاحظ هذي هي الدي ممكن تعبرنا على شكل فنكشن ما في مشكلة اوكي او فيو بلق ان زيرو اتوال بي 30 طبعا الاكس زيرو والواي زيرو ماينس تيرتي سكس نحسب بالنسبة للبوينت الثاني اللي هي زيرو وتو وعندي طبعا اه ماينس تو وزيرو وعندي ماينس تو واتو طبعا ادي هون راح تكون اا فيو بلق ان زيرو و 2 it will be 6 times times 6 so it will be 36 بهاي الحالة اكيد طبعا و هون طبعا D عندي بتساوي minus 6 times 0 طبعا رح يعطينا هون minus 6 so it will be again 36 و عندي minus 2 و 2 رح نعمل plug in طبعا اذا مو عارف انا عم بعمل plug in هون طبعا x و y so D will be minus 2 will be minus 6 و 2 will be 6 و هذا طبعا minus 36 هلأ وين شفنا انها D negative مرتين فلذلك بالمرتين فيهم D negative ما رح نهتم بهذا لان ونس D negative بغض النظر شو ما كانت F sub x هذه سدل سو عندي سدل هون وعندي هون سدل سدل يعني مو بيني لا هي ماكسيمم ولا مينمم من الجهة بتكون مينمم من الجهة ما بيأثر علينا هذا الاشي هلأ لما تكون positive لاحظ هون positive هون positive طبعا هون بهتم بالصاين لأفصب اكس اكس لانه هلأ القرار بتوقف على اشارة افصب اكس اكس هلأ افصب اكس اكس عندي هون positive فهذه طبعا positive positive يعني local minimum local minimum هلأ هون عندي افصب اكس اكس نيجاتيب اللي هي بإمكانك تقول هاي يعني او بإمكانك تحسبهم out of scratch هلأ لما يكون عندي هون positive يكون عندي هون negative فهذه تكون local maximum احبتي في ناس سموها local في ناس سموها relative it's fine the way you like اوكاي بتكون انتهت هذه المسألة الغنية بالcritical points واما فيما يتعلق بالمسألة التالية انه طبعا عندي chain rule مع ملتي variable function عندي زد ايكولز هذه الكومة من اليو والفيز وعندي طبعا هون اليو وعندي هون الفي طالب مني partial derivative of z with respect to x at this point مسألة جميلة راح نشوف هلأ ايش راح نعمل وكيف راح نحن نخترع قانون chain rule اللي بناسبنا لهاي الحالة ونحل هاي المسألة together طبعا بالنسبة للقانون يا أصدقاء وانا بقول انه بهذا النوع المسائل كثير في مجال للتغيير يعني احيان بكون مسمي هاي اكس ومسمي هاي واي وممكن تكون هون يو وهون فيه same wise تكون هون يو وهون فيه لذلك يعني هو ما في صيغة واحدة تفهمها وانما بدك تفهم البرسيجر اللي بنائنا على اساسها بنعمل هذا القانون بداية عندك الزد وهاي طبعا dependent variable وعندي هون اليو برضو dependent variable وعندي هون ال V أيضا dependent يعني تعتمد على غيرها تعتمد على X تعتمد على Y so on and so forth بداية يا أصدقاء هذا بفضل اني نعمل معامله لحالة انه هذا بصراحة زد اكثر واحد فيهم dependent يعني فيما يتعلق بال U وال V أيضا هما dependent بس أقل مصيبة من الزد و V same wise هلأ كيف تكتب القانون القانون كثير سهل هلأ بعد ال U بعد الزد اللي هو كثير dependent بصراحة في عندي two multi variable functions لذلك هذا بخبرني عن عدد fractions اللي عندي لاحظ عندي one two اللي هما هذول ضرب اثنين يعني plus one two طبعا لو كان عندك كمان واحد مع هذول W whatsoever بتزيد كمان اثنين يعني بتزيد two fractions بس ما عندي الا اثنين so this will be enough الآن كلهم يعني عندي المطلوب هو partial z with respect to x اوكي سو رح نكتب هون لاحظ z u u x z v v x في نوع من الهارموني يعني ذا بتراقب الان 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 في عندي خيارات اني اما بختار هاي d اللي هي care ل d او d اللي احنا متعودين عليها واللي بيقرر ذلك لا انا ولا انت وانما هو هذا multi variable function كيف شكله اذا بتلاحظ z تحتوي على two variables مش one variable لذلك هي partial z with respect to u partial z with respect to v ايضا بالنسبة ل u ال u هل يا ترى تحتوي على variable او اكثر انا شايف ان u فيها x y وال v كمان فيها x y هلا لو واحد فيهم فيه x y ايضا رح تقول عندي care لدي care لدي care لدي care لدي بهذا الشكل يا اصدقاء ونبدأ الان نوجد one by one عندي partial z over partial u ايضا رح ابدأ فيهم واحدة واحدة اولا سانفذ هذه فقط فرح يكون عندي بهذا الشكل partial z with respect to u يعني v constant so it will be to u خلصنا نيجي للجزء الثاني اللي هو partial u with respect لل x طبعا partial u with respect لل x سوف اعامل ال y as a constant so تعرفوا بال exponential function دائما نعمل derivative للpower derivative للpower with respect ل x هو 2 وبنزل نفس exponential function as it is 2x minus 3y بهذا الشكل خلصنا هذا طبعا plus رح نيجي الآن على partial z with respect with respect لv وهذا رح يعطيني طبعا انهال يو رح تكون constant so it will be minus 3 v power 2 خلصنا و last on the list عندي partial derivative of v with respect لx اي اننا سوف نعمل y as a constant بتعرف لما يكون عندي cosine x squared minus y squared رح نعمل derivative للانجل اللي هي هاي الانجل inside function اللي موجود هون so derivative هذا الانجل with respect لx only 2x والصين بصير وبترجع الانجل كما كانت x squared minus y squared بهذا الشكل يا اصدقاء اما الخطوة اللي بعد ذلك فهي اني رح ابدل كل u وكل v بما يساويها بمعنى انه مكان هاي ال u رح اكتب هذا ومكان هذه ال v اللي نتجته ايضا رح نكتب هذا الصين سو هذا اللي رح نعمله الخطوة التالية لدينا 2 u سو 2 u سو 2 times e 2x minus 3y times 2 e to the minus to the 2x sorry minus 3y minus 3 v طبعا عندي equal sign x squared minus y squared all to the power 2 طبعا لو كتبت the power 2 هون غلط ما بصير تكتب the power 2 هون ممكن كتب بهذا الشكل لانه square لل sign مو لل angle so وعندي هون طبعا 2x cosine x squared minus y squared طبعا لم ينتهي لانه مطلوب مني انه تربلاس each x by zero and each y by zero so اذا بنعمل replacement it will be 2 طبعا e to the power zero والثاني same y is 2 e to the power zero plus minus three sine طبعا zero squared minus zero squared zero في عند هون squared times two times zero cosine of zero طبعا مكانك تحسب كل هذا بالكالكوليتر وبإمكانك طبعا عندي هنا طبعا كلنا بنعرف انه e to the zero one e to the zero one sine zero zero cosine zero one بس هذا كله رح يختفي هذا كله هذا equals zero فبيبقى عندي فقط two times two وطبعا عندي two times two equals four two times two والجواب equals four ننتقل للمسألة التالية والمسألة التانية إنه في عندي line given in terms of parametric equations x y z وفي عندي plane t x plus y plus z equals سبن عندي شغلتين تدون أولى أنه to show that إنه ال parallel line الparallel لـ plane t وهون رح أغير المسألة شوي ما رح أغير جوهر المسألة ولكن سوف أقوم بتغيير شكل المسألة خلينا ساعدك إنه نرسم شيء يساعدنا على فهم ما يدور حولنا عندي هنا x عندي هنا plus y عندي هنا plus z equals seven وفي عندي line له بهذا الشكل ومهمتي هي to show إنه هذا الline parallel لهذا الplane طبعا هذا الplane اسمه t هلا ما في شيء مباشر للparallism ولكن كلنا بنعرف إنه الline L له directing vector وهو parallel للline L والgiven plane فيه له normal vector إحنا في عندنا هون normal vector if we can show إنه هذا normal vector اللي موجود هون هذا n على الplane طبعا هو بيكون perpendicular and always إذا قدرنا نشوف إنه هدول perpendicular فهذا يعني إنه line parallel للplane t so بدل ما نحكي إنه direct إنه والله بد أرجع إنه parallel بد أفحص pair particular between l and n على النحو التالي سو رح أبدأ بالفرع الأول اللي هو a أول شيء يا أصدقاء the directing vector of l line l هو طبعا الdirecting vector كثير سهل إنك تجيبه لأنه هما x t coefficient بكل مرة يعني أيش t coefficient عندي هون لاحظ عندي 5 عندي 2 عندي minus 3 so هذا هو الdirecting vector يحتوي على 5 component وعندي minus 2 وعندي طبعا minus 3 so أوجدنا الdirecting vector لأن ظل عنده نوجد normal vector the normal vector to t أقصد to the plane t هما أيضا رح نسمي n وممكن نسمي هذا v هذا vector اللي نتجمع هون هذا اسم v so n رح يكون عندي بهذا الشكل اللي هي x coefficient y coefficient and z coefficient وإذا بتتفرج هون x y z coefficients متشابهين اللي هم 1 1 1 بهذا المسألة على هذا n dot with v n dot with v so لازم يكون الناتج 0 حتى نقدر نحكي انهم perpendicular so عندي زي ما انتو شايفين n 1 1 1 وبالنسبة لل v عندي 5 و minus 2 و minus 3 وإذا حسبنا dot product it will be 5 minus 2 minus 3 in total هذا equals 0 لما يكون product 0 هذا يعني انه normal vector perpendicular على directing vector v أو بلغة أوضح انه normal vector perpendicular على l which means انه line l parallel to the plane t so خلصنا المطلوب الاول نيجي للمطلوب الثاني اللي هو distance between هذا line وهذا plane طبعا اذا ما كان line parallel مع plane ما فينا نحسب distance اصلا لانه بيكون متغير فلاحظ يا رعاك الله رح ارسم رسمي ثاني هون ورح احل هذا السؤال بطريقتين ولك يعني ان تختار الطريقة اللي انت بتشوفها مناسبة عندي هذا x plus y plus z اسمحولي هون اكتب minus 7 equal 0 هل رح احكي ليش رح استخدم قانونين واحد منهم بتطلب انه تكون equation equal 0 وفي عندي هذا line L اللي اتفقنا انه already parallel مع plane خلينا نفصل ايضا هذول المسائل عن بعض او هذول الفرعين وهذا هو part B اللي هو to find the distance between these two هلا بالنسبة لل line L انا يكفيني فقط نقطة واحدة على L اوجد distance بين ها وبين البلين البلين سو راح احول يعني راح اختصر line L في one point هلذا تيجي على ال parametric equations اللي given تطرج هون في عندي X equals one plus five T Y equals minus two minus two T equals minus three T بإمكانك انك تختار اي value لت ان شاء الله مليون لكن ليش نروح للمليون وعندنا zero اي point بزبط يعني one two three zero the way you like if you replace T by zero راح استنتج بانه على هذا line في عندي point P هاي الpoint اسمها او الcoordinates لالها one و minus two و zero شو السبب اني اخترت T zero ممكن تختار T one five minus two the way you like لكن انا بشوف ان zero يعني very simple الان يا صدقاء صدق او لا تصدق اني ما عدت محتاج لهذا اللاين ما حاجتي لهذا اللاين هذا اللاين ما عاد مهم بالنسبة لي راح اكنسل هذا اللاين كون قدرت اوجد عليه one point والمطلوب مني هو to find the distance between this point and this plane ورح اسمي هذا D وطبعا هون عندي اسلوبين للحل راح ابدأ بالاصعب وبعدين اروح للاسهل so D equals D load value ل ps cross n عفوا مش cross n dot n اللا هو normal vector هل راح يعني كل شي divided by the magnitude of n طبعا مين ال p ال p هاي هالنقطة اللي عندي مين s s any point lies here any point هاي الpoint راح سميها s so s يعني how to find s ايضا عندك infinitely many ways to find s بامكانك انك تاخذ x0 والy0 والz بتطلع 7 so اذا x0 والy0 so z راح تكون 7 بلا شك خلينا نبدأ نجهز مكونات هذا القانون وبعدين نعبي فيه الاشياء اولا عندي ps وps هذا فيكتور طبعا بين الpoint p والs اللي اوجدناها هون اللي هي حكينا 007007 007 طبعا بيجي بال subtraction يعني عندك 0 minus 1 عندك 0 minus minus 2 يعني plus 2 وعندك 7 minus 0 so هذا 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 الفكتور ps هو minus 1 و 2 و 7 بهذا الشكل الخطوة الثانية انه نوجد الن النورمال فيكتور اللي هي x y z coefficients ال x معاها واحد ال y معاها واحد ايضا و z 1 الخطوة اللي بعد ذلك راح نوجد dot product between ps dot with n يعني minus 1 و 2 و 7 dot with 1 1 1 و dot product عندي بالحالي هاي بيساوي minus 1 plus 2 plus 7 والناتج هو 8 و last on the list محتاج للماغنيتيد لهذا الفيكتور n so magnitude of n equals طبعا عندي square root of 1 squared plus 1 squared plus 1 squared equals radical 3 طبعا عندي هون هذا اللي محتاجه وهذا اللي محتاجه ورح اطبق الان مباشر بهذا القانون فرح يكون عندي distance d equals d equals dot product a طبعا ما في داع لل absolute value over radical 3 اذا كتبت على الكالكوليتر طبعا هذا الحل صحيح وما عليه غبار ومكانك تنهي هون امورك جميلة ولكن اذا بتكتب على الكالكوليتر الكالكوليتر ايضا ما بتعرف تقعد ساكته اللي ما تجتهد رح تعمل لي 8 radical 3 over 3 طبعا يا حبة هم هذول الجوابين نفس الشيء يعني سواء الاول او الثاني اللي بدك اياه بس في واحد معمول راشونالايزنج اللي هو هذا شو يعني راشونالايزنج انو والله ما في radical ما بيأثر اي واحد منهم صح هذا الاول هذا هو الاول سوري هاي تكنيكال الشيو بتصير معي احيانا تتطلب اني ارجع افتح الملف مرة ثانية بس انا كل معانات انا بدك اكتب سليوشن نمبر ون سو هذا هو السليوشن الاول في عندي ايضا اسلوب ثاني سليوشن نمبر تو سليوشن نمبر تو لا بلزمك بصراحة بشوف كثير ابسط بامكانك انك انت تشوف مين اللي انت بتفضله وتمشي عليه او تستخدم الاثنين بتعمل دبل تشك وعندك طبعا سبير تايم بالامتحان هلا اتفقنا انه في عندي بوينت بي اللي هي هاي اللي حسبناها على اللاين ون وماينس تو وزيرو وهدول يا احبتي بتسميهم اكس واي وزد بالترتيب وعند اللاين تصوري لبلين اللي هو اكس بلص واي بلص زد ماينس سبن ايكوال زيرو وهذا بدك تبلع منه شيء اسمه ايه اللي هي اكس كوفيشنت والبي اللي هي واي كوفيشنت والس اللي هي زد كوفيشنت والدي اللي هو الكنستان تيرم اللي هو عندي ماينس سبن اذا عندك اكس واي وزد واللي ما تبع يعني العدد اللي قبل العدد اللي قبل وهذا الكنستنت اللي لحاله بس لازم تكون يعني ما بصير يكون لما تستخدم هذا القانون وراقب معي هذا مباشر الاسلوب الثاني اللي هو الحل الثاني اللي هون هذا سليوشن 2 زي ما اتفقنا وهذا أيضا سليوشن 1 بالنسبة لسليوشن 2 الفورم الكثير بسيطة بصراحة وبحسها مباشرة اكثر عندي هون بس هذا ما بزبط عندي هذا عندي absolute value A times X B times Y C times Z وفائنلي plus D over طبعا هاي absolute value over square root of A squared B squared اللي هي نفس الماغنيتود للنورمل فيكتور اوكي خلينا نطبق ونشوف A times X يعني 1 times 1 plus B plus B times minus 2 plus C 1 times 0 plus D ادي عندي minus 7 هايها so minus 7 divided by 1 squared 1 squared 1 squared ورح ينتج عندي ما هو اتي عندي absolute value 1 minus 2 minus 7 over radical 3 طبعا هذا اللي عندي فوق هو minus 8 لكن بال absolute value it will be 8 over radical 3 راقب يا رعاك الله سواء انت استخدمت الطريقة الاولى او استخدمت الطريقة الثانية لا يوجد فرق بين بالجواب بالحالتين ف it's up to you كانك تروح لهذا او لهذا it's fine بس مش لاثنين ما في داعي بصراحة اما فيما يتعلق بالمسألة السابعة بهذا الانتحان والمطلوب منه هو to find the directional derivative of this multivariable function at this given point in the direction of this vector واما المطلوب الثاني هو ان which direction from this given point the directional derivative will be minimum طبعا المطلوب مني directional derivative راح نبدأ بي المطلوب الاول a so directional derivative do f equals u dot gradient so راح نوجد u طبعا هي unit vector و gradient معروف طبعا نبدأ بتجهيز المكونات اللازمة وعندي طبعا unit vector u equals هذا vector اللي موجود عندي هون a لكن ما راح اكتبه بهذا الشكل وانما راح اكتب بهذا الشكل نفس الشيء يعني لكن بشوف هذا انا ابسط بصراحة اللي هو a divided by the magnitude of a وهي العملية بسموها normalization so عندي six و two three divided by magnitude اللي هو six squared وعندي two squared وعندي three squared so it will be سبعة طبعا six two three divided by seven وبإمكانك تكتب هذا بهذا الشكل six over seven two over seven وعندي three طبعا over seven so هذا هو اول شيء نحتاجه له unit vector already حصلنا عليه رح نوجد الgradient as a function بالبداية then رح نوجده طبعا هو vector ولكن in terms of functions بعدها رح نوجده add this given point اللي هي اللي موجود عندي هون so بالنسبة للgradient of f equals f sub x f sub y و f sub z وطبعا بساوي طبعا يا صدقاء هذا هو الملتي variable function اللي عندي رح نعمله partial derivatives with respect to x y and z بالترتيب فرح يكون عندي بهذا الشكل اول شيء نبدأ f sub x يعني y constant to be y squared minus 8 x y خلصنا f sub x then f sub y sorry يعني x و z الان constant رح يصير عندي two x y minus four x power two وخلصنا واخر شيء طبعا عندي f sub z اللي هي two z بهذا الشكل والان رح نحسب الgradient ولكن عند هاي الpoint اللي given عندي one و minus one و two وطبعا كلنا بنعرف او لازم نعرف انه هاي الex y و z بالترتيب رح نعمل plugin هون عندي minus one squared يعني one eight times one times minus one يعني plus eight عندي two x y يعني minus two one squared one times four four وطبعا عندي two times two اللي هي four بالنسبة للz وطبعا انا بعمل plugin هدولا بهذا الgradient so it will be nine minus six و four طبعا هذا هو الشيء الثاني والأخير المحتاجين حتى نوجد direcional derivative اذن رح نطبق هذا القانون الآن يا أصدقاء الهو dot product between the unit the unit the unit vector and gradient so du f equals six over seven two over seven three over seven dot with nine minus six and four it will be fifty four كلهم بقدر عملهم over seven بهذا الشكل minus twelve plus twelve والناتج هو fifty four over seven انتهينا من المطلوب الأول أما المطلوب الثاني فهو أنه الـ direction اللي بيكون فيه عندي بتعمل minimize لهذه الدريفة اللي موجود عندي سوبي الجزء الثاني in which direction from هاي الpoint the direction or the direction الدريفة will be the minimum so the direction طبعا minimum يعني minus magnitude لل gradient minus sorry minus gradient to be fine يعني minus nine و minus six و four بتقدر تخلي هلك هيك أو بتقدر تعمل distribute لهاي المين minus اللي هي six و عندي minus four بذلك بيكون هذه المسألة يا أصدقاء انتهت بفرعيها وأما فيما يتعلق بالمسألة رقم ثمانية في عندي triple integral ثري اكس دي و طبعا هنا أوضر كيو يفترض و كيو از تترا هيدران باون باي بلين اكس زيرو واي زيرو زيرو اكس بلس واي بلس زد اي كولز تو وخلينا نشوف كيف بنحل هاي المسألة أول شي بتدرسم هذا التترا هيدران اللي موجود عندي طبعا عندي هون واي عندي هون زد وعندي هون اكس فيما يتعلق يا اصدقائي بهذا البلين اللي موجود هون حتى نعرف يعني وين في انترسكشن with اكس اكس بصراحة موكف راضي عن هذا with اكس ان واي ان زد الامور سهلة كل مرة رح ناخد اثنين فيهم زيرو سو تس اكس يعني اذا بتاخد الاكس زيرو وال واي زيرو فا او يصلي عندي زد اكولز تو سو عندي هون تو طبعا هاي البوينت هي زيرو زيرو و تو سيم واي رح اخد الزد زيرو الاكس زيرو فال واي ايضا ايكولز تو بنفس الطريقة رح ناخد الزد وال واي زيرو وال اكس عندي رح تكون تو زي من انت شايف سو هاي البوينت اللي موجود هون هي تو زيرو زيرو بعد ذلك بامكاني اني اوصل بين هدول البوينت بهذا الشكل واسمحوا لي بس اعمل هايلايت على البيس اللي هو موجود الديهون بأكد انت بالامتحان يعني مو مطلوب منك بصراحة هذا المستوى العالي جدا من الدقة ما فيه داعي كانت تعمل شيء مختصر ومفيد يعني رح اتخيل هون انه في عندي ارو وهذا الارو يكون بارالل الواي اكسس بهذا الشكل طبعا مطلوب من اني اعرف الاجواجن لهذا اللاين اللي موجود هون اوكي سو تول بي لايك ذس انه واي ماينس واي ماينس واي نوت ايكولز لسلوب ام دن اكس ماينس اكس نوت وراح اسمي هاي انا بالنسبي لأكس نوت واي نوت او اذا بتحب بتكون هاي اكس نوت واي نوت ايضا ما في مشكلة يعني اي بوينت من هدول التو بوينت ستقدر تستخدمهم سو تول بي واي ماينس زيرو ايكولز لسلوب لسلوب طبعا اللي هو دلتا واي او دلتا اكس فرح يكون عندي اه تو ماينس زيرو زيرو ماينس تو وعندي اكس ماينس اه تو بهذا الشكل اه بعدين عندي بس يعني واي ايكولز ماينس اكس ماينس تو دل بدخل الماينس لما بدخل الماينس اه هذا القوس وهذا مش شرط برضو بتقدر تخليها لكن بتكون ابسط يعني سو واي وي بي اه تو ماينس اكس اه سوف لو الان فكرنا اه بهذا اللاين اللي نبين هون انه ايش الليمت اللي موجود عليه من هون فهذا اللي موجود هون زي ما انت شايف هو ال x axis means y equals zero so it's obvious انه y more than or equals zero less than or equals طبعا less than or equals هذا اللاين اللي اوجدنا الاكواجن احنا هون so less than or equals to minus x وايضا لو فكرنا هون باصغر قيمة لx موجودة ضمن هاي الريجن اللي عليه highlight so تجد انه اصغر x عندي هي zero واكبر x عندي هي two so that's why x more than or equals zero less than or equals two وبيبقى عندي الزد طبعا الزد هي more than or equals zero less than or equals هذا البلين هذا البلين يعني عليك انت تخيروا بهذا الشكل اللي هو طبعا رح نيجي على الزد اللي موجود عندي هون نعمل هذا زد سبجيكت يعني زد equals two minus x minus y so less than two minus x minus y وبالترتيب رح يكون الانتيغرال اللي هو هذا الانتيغرال الخارجي وهذا الانتيغرال اللي بالوسط وهذا هو الانتيغرال الداخلي لأنه حسب الترتيب الانتيغرال الخارجي مسموح يكون فيه اعداد اللي بالوسط مسموح يكون فيه one variable at most تلاحظ عندي two minus x اما الداخلي مسموح فيه يكون two variables at most so كيف رح نكتب هذا الانتيغرال بهذا الشكل i equals طبعا عندي من x equals zero ل x equals two واللي بالوسط عندي من y equals zero ل y equals two minus x وبالنسبة للداخلي من z equals zero ل z equals two minus x minus y وطبعا عندي هون three x dz dy dx بالترتيب الآن يا أصدقاء مهمتنا هي أنه نجد هذا الانتيغرال with respect ل z طبعا وزي ما انتو شايفين ما عندي شيء إلا three x وهاي constant فرح أكتفي أني أحكي أنه upper limit minus lower limit طبعا هذا لما يكون عندك constant لأنه زي ما أنت بلاحظ ما عندي z أصلا فرح يكون بهذا الشكل from x equals zero to x equals two y equals zero y equals two minus x طبعا عندي 3 x من عاملها معاملة constant وعندي upper limit اللي هو two minus x minus y minus zero اللي هو lower limit اللي هون بس أيضا هاي الماينس zero ما في داعي تكتبها وتبقى وتبقى عندي فقط dy dx بعد ذلك يا أحبة الآن رحصير في عندي distribution يعني نحن ضرب ل3 x بهذا القوز بهذا الشكل فبتصير عندي من from x equals zero to x equals two كتابي كثيرة y equals zero to y equals two minus x بصبح عندي six x minus three x squared minus three x y بهذا الشكل وطبعا عندي dy dx أما الآن أنه نطرح upper limit minus lower limit غلط ما بزبط ليش لأنه في عندي y zone فلازم نعمل عادي integral طبيعي يعني with respect to y so بيبقى عندي هون from x equals zero to x equals two بالنسبة لل six راح تصبح six x y minus three x squared يعني three x squared أيضا y minus three x وعندي y to the power two وعندي one over two له reciprocal للresulting power from y equals zero to y equals two minus x dx طبعا الآن يا أحبتي بقي عندي نعمل plug in مكان كل y ورح أبدأ بال upper limit وبعدين ننهي بال lower limit اللي هو zero حتى zero لو ما عملت plug in it's fine لأنه رح يعطين zero already so it will be like this from x equals zero to x equals two طبعا عندي 6x ورح نكتب مكان y 2 minus x minus zero لو ما كتبت zero برضو بصير يعني عادي طبعا عندي هون three x squared times two minus x minus zero وانا بفضل انه ما اكتب zero بصراحة يعني overload على الفاضي يعني وايضا مساحة وجهد minus three x squared وعندي two minus x طبعا عندي هون three times half اللي هي هاي الاشياء اللي بتحدث عنها it will be three over two so minus three over two x وعندي طبعا two minus x to the power of two وكل هذا with respect لمن with respect لx بعد ذلك يا أصدقاء رح يصير عندي simplification كثير simplification بصراحة يعني six x رح تنضرب هون minus three x squared رح تنضرب هون وهذا رح نعمله expand expand so خلينا نشوف شو بصير عندي it will be from x equals zero to x equals two بداية رح صير عندي 12 x minus 12 x squared minus 6 x squared plus 3 x to the power 3 minus 3 over 2 x وهنا رح نعمل expand بالنسبة لل expansion يا أصدقاء يعني إذا ما بتعرف تعمل expansion وخايف إنك تغلق بإمكانك تضرب يعني أقواس عادية two minus x times two minus x اللي هي four minus two x minus two x plus x squared يعني four minus four x plus x squared بهذا الشكل وتعبي هون جاهز يعني four minus four x plus x squared أوكي بعد ذلك يا أحبتي رح نعمل أوكي بعد ذلك رح نعمل distribution الآن لمين لهذا اللي هي three over two x ونضربهم بذولة three terms وطبعا هون بإمكانك إنك to glue this with this لأنه هدول together will be minus 18 أوكي minus 18 x صور في عندي هون غلطة الغلطة طبعا هون زي ما أنت شايف إنه عندي minus هاي three مفترض إنها هاي تكون أوكي غلطة غلطة طبعا إنه ما عندي هون 12 x squared هاي يفترض إنها تكون minus 6 x خلينا أعدل هذا الشيء عندي هون minus 6 x squared بهذا الشكل والآن والآن طبعا بقدر إنه أجمع هذول مع بعض تول ب minus 12 x squared فرح نعمل أكثر من شيء بصراحة بهاي الخطوة سو minus 3 3 over 2 x cube dx بعد ذلك أحب طبعا صار في عندي كتير أشياء أبسطهم عندي هذا مع هذا وعندي أيضا 3 x cube مع minus 3 over 2 x cube so it will be like this from x equals 0 to x equals 2 12 x طبعا عندي لما بنجمع هذول الاثنين مع بعض بعض بعضوني minus 6 x squared وعندي 3 وعندي minus 3 over 2 will be plus 3 over 2 x cube dx هوني أصدقاء أكد على شيء له لما بنجمع طبعا هذا بنجمع هذول الكون ستنس فعليا هذا مع 3 يعني 3 minus 3 over 2 بإمكانك تعملها بالكالكوليتر والباور ما بتغير أكثر من هيك ما منقدر نعمل أي سمبل derivative x squared وعندي هون 1 over 2 minus 6 times x cube عندي هون 1 third وعندي plus 3 over 2 وعندي x to the 4 1 over 4 وهذا الشيء بيصبح كما هو آتي 6 طبعا هذا كله من 0 ل 2 اللي هم المت هذول اللي موجودين عندي هون سو تول بي 6 x squared minus 2 x cube plus 3 over 8 x to the 4 وطبعا من 0 ل 2 رح عمل plug in بس 2 0 not interesting سو تول بي 6 times 2 squared minus 2 times 2 cube plus 3 over 8 times 2 to the 4 واذا بتحسب هذا العدد رح يطلع عندك 2 وبذلك يكون تكون هذه المسألة قد انتهت طبعا هو triple integral بصراحة لما يكون فيه يعني انه لا تحسب التربل integral فقط احيانا بطلب منك بس هذا تكون الأمور سهلة لكن يكون طالب هي ما فيه صعوبة ولكن الحل فيه نوع من الطول وننتقل الآن للمسألة التالية عندي الفرع الاول use polar coordinate to evaluate هذا double integral over this region والمطلوب الثاني sketch the region R then evaluate طبعا هذا double integral وبتصور هذول آخر مسألتين بهذا الامتحان أي نعم فخلينا نشوف كيف ننحل الأول وبعدين رح ننحل part يبدو انه في عندي خربطة بالحسابات خليني أرجع شوي لأنه كأني نسيت أنه أجمع هذا وذي هذا سو هون بتصير عندي آآ six وبالتالي هاي عندي هون بتصير six وأيضا هذا بدو يتغير فبدو يصبح three x squared بهذا الشكل وعندي طبعا هون هاي رح تصير three يعني شوي تعديلات كي هيك بيكون الحل السليم that's it أوكي الradius إلها equals two يعني انت بس تشوف هذا x squared plus y squared طبعا هو هذا بسموه disk لأنه جاء على شكل يعني لس than or equals ممكن يحكي لك هيك أو يحكي لك inside the circle x squared plus y squared equals four it's fine the same أوكي سو يعني يحاول تكون circle as much as I can أوكي يفي بالغرض طبعا عند الradius equals two equals two equals two وطبعا هذه الradius اللي بد أعمل فيها هذا double integral أوكي طبعا يا صدقاء مهم عندنا بس أنه نعرف أنه R ثيتا نحن بس نعرف R ثيتا ذات set الأمور بتكون بسيطة طبعا زي منتو شايفين أنه لو كان في عندي هذا ال arrow بهذا الشكل بهذا الشكل غير موفقين بهذا اللون أوكي عندي هذا ال arrow طبعا حتى يمشي counter clock ويمسح هاي المنطقة كاملة فمن البديه يا أصدقاء بأنه وكما ترى أن ثيتا عندي طبعا هون زير وعندي هنا طبعا تو باي فهذا الارو رح يمشي من الآنجل زير حتى يكمل هاي المساحة إلى تو باي سو عندي ثيتا مور دان أو إيكوال زيرو لس دان أو إيكوال ستو باي وعندي الار ومن الواضح طبعا أنه الار هون عندي إيكوال زيرو والار هون إيكوال عندي تو اللي هو راديس وكيف راح نكتب هذا الانتيجرال إيكوال طبعا عندي هذا الدبل انتيجرال أو الريجن آر اللي هي هاي الريجن آر طبيعة الحال إي اسمحوا داخدوا الماينس كومن فاكتور فبيبقى عندي إكس سكويرد بلس واي سكويرد طبعا دي إي فرح يصير من ثيتا إيكوال زيرو لثيتا إيكوال ستوباي وطبعا عندي هون إي تو دا ماينس آر سكويرد ليش آر سكويرد لأنه إكس سكويرد بلس واي سكويرد هذا تستطيع تحويله إلى آر سكويرد لما نعمل بولاريزيشن سو بعد ذلك آر دي ثيتا طبعا لما بنعمل هذا الكونفيرشن دائما بنزل عندي آر يعني بس تحول من كارتيزيان لبولار في عندك آر بس برضو الار رح أكتبها هون ونسيت الليمتس للار برضو الليمتس للار وهذا الانتيجر هو من آر إيكوالز زيرو لآر إيكوالز تو الآن يا أصدقاء السؤال هو كيف نجري هذا الانتيجر الداخلي بدون ما نلجأ لمن للسبستيتيوشن لأن نحن بنعرف أنه لهذا الجزء اللي موجود عندي هون إذا بدك تعمله برايم سو تول بي ماينس تو آر بهذا الشكل بس أنا عندي آر بس ما عندي ماينس تو لذلك رح أضرب هون بماينس تو ورح أضرب هون بماينس ون أو أو تو بهذا الشكل سو ضربنا ماينس تو ضربنا ماينس ون أو أو تو لحن لم نغير الأشياء ولكننا فقط غيرنا شكل هذه الأشياء بداية رح ننسى وجود هذا لأنه لدي صارت موجودة كأنه غير موجود يعني هاي الماينس تو آر نساها و تعملها إنتيجر لكأنها إي إيش يعني يعني ماينس ون أو 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 وعندي هون من ثيتا إي كول زير ل ثيتا إي كول س تو باي طبعا الأنت دريفاتيف لهذا هو إ تو د ماينس آر سكوير من آر إي كول زير ل آر إي كول س تو د ثيتا ورح نعمل بلغ إن في الأبر لمت ماينس بلغ إن في اللower لمت سو ت ولي ماينس ون أو أو بر تو ثيتا إي كول زير ثيتا إي كول س تو باي وعندي طبعا إي تو دا ماينس فور ماينس إي تو دا زير واللي عملته أني بدلت آر بي تو ومره بدلت آر بي زير الأبر ناقص اللower لمت وبطبيعة الحال هذا كله عندي وذ رسب ل ثيتا طبعا إي تو زير هاي ون سو هذا كونستانت حتى فيك تطلع برا يعني ما في مشكلة سو تول بي ماينس ون أو ور تو بي تو ماينس فور ماينس ون وعند الانت دريفاتيب أو الانتيقرال فرم ثيتا إي كول زير لثيتا إي برا الليمت الانتيقرال سوري ما في مشكلة طبعا لأنه عندي هون كونستانت كما ترى يا رعاك الله فبإمكانك فقط تعمل الأبر لمت ماينس اللاور لمت يعني تو باي سوري وليس تو تو باي ماينس زيرو سو تول بي ماينس ون أو تو إي تو ماينس فور ماينس ون تايمز تو باي بإمكانك تختصر هذا مع هذا تكتب الحل بطريقة مرتبة ماينس باي إي تو ماينس فور ماينس ون هلأ في مجال نعمل ديكور على الفاينل أنصر بس ليش يعني ما في داعي يعني إذا توقفت هون نحلك مثالي ما في مشكلة ما في داعي أنه تقو أني فارث فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة ممكن أو لا ما عندي خيار أني أنس خيار بصراحة أوكي سو نجرب تجربة أخرى أنا بس محتاج هاي الفرع برع بيه يعني ممكن يعني تمكنت من نسخه بعد نوع من المعاناة ليست شديدة وأيضا خلينا ننظف هذا المكان أوكي I am about to finish الآن يا صدقاء في عندي هذا بقولك sketch the region where R is the region bounded by y equals 0 y equals x squared x equals 0 and x equals 1 وخلينا نشوف كيف نجد نرسم هذه الريجن بالبداية وبعد ذلك كيف نوجد هذا الدبل double integral over this region عندي هون في x y طبعا بالدبدب هذا y equals x squared هذا برابولة بيكون هون عن 0 0 يعني بهذا بهذا الشكل هو بهذا الشكل لكن انا مو مهتم في كله فقط انا مهتم بالجزء اللي موجود بال first quadrant so this is y equals x squared اما فيما يتعلق بال x equals 1 وهذا بيكون vertical line بيكون هون بيمر من 1 so هذا عندي هون 1 وطبعا خلصت هذا وعندي x equals 0 اللي هو ال y axis طبعا وعندي y equals 0 اللي هو x axis so الريجن انا وكما اا اا رأيتم هنا هنا هذه هي الريجن اللي راح نعمل عليها اا هذا الدبل انتيغرال اا بهذا الشكل طيب اا والآن راح نرسم اا ارولا انا راح اعملها type 2 ريجن بهذا الشكل ورح نسأل حالنا انه هذا اللاين عنده من تحت مين عنده من تحت 0 ومين عنده من فوق عنده من فوق x squared so هذا why why more than or equals 0 less than or equals x squared اما فيما يتعلق بx يا احبتي فانه x more than or equals 0 less than or equals 1 ليش لانه ضمن هاي الريجن الهايلايتد اصغر x هي موجودة هون في حين اكبر x عندي موجودة هون فالx between 0 and 1 وطبعا هذا type 2 راح يكون على شكل dy وبعدين راح يكون عندي dx فلو سميت هذا الانتيجرال i so i equals طبعا عندي هون من x equals 0 ل x equals 1 وعندي من y equals 0 ل y equals x squared طبعا والفنكشن موجود عندي جاهز إلا هو 3 x squared e to the x y dy dx الان يا اصدقاء راح يكون my first concern انه اوجد الانتي derivative with respect to y with respect to y means انه هاي الانتي اللي موجود عندي هون constant طبعا هاي constant اكيد بلا شك السؤال هو ما هو الانتي derivative لأي to the x y with respect to y with respect to y راح يكون عندي بهذا الشكل بداية من x equals zero ل x equals one طبعا راح يصبح عندي 3 x oh هاي power 3 وليس power 2 خلينا نظبط هون cube times one over x e to the x y from y equals zero ل y equals x squared وعندي dx ربما يسأل سأل ليش صار عندي one over x يا أخي هذا e to the x y يعني تخيل ها انها e to the 5 y وبدأ عمل integral with respect to y طبعا بده يبقى نفسه e to the 5 y ويكون عندي هون one over 5 لذلك نعمل x معاملة العدد فبصير عندي one over هذا الكنستانت طبعا في عندي هون simplification لأنه هاي تول ب x squared خلينا نشور شو صار so from x equals zero الأبر limit 1 3 x squared e to the x الآن بدنا replace y by x squared times x squared minus e to the x times zero واللي عملته اني بدلت الأبر limit مكان الواي والlower limit مكان الواي وكلنا بنعرف انه هذا الجزء بساوي واحد سو خلينا نعمل هذا الشيء from x equals zero to 1 عندي 3 x squared times e to the x cube minus minus dx وهون يا صدقاء انا شايف انه من الضروري ان نوزع هذول لانهم بختلفوا عن بعض شوية اوكي خلينا نشوف so it dx minus integral ثاني from x equals zero to x equals 1 وعندي طبعا هون 3 x squared dx اما احبتي فيما يتعلق بالجزء الاول اللي هو هذا الجزء اللي موجود هون وكما ترى فانه هذا الباور هي نفس اللي موجود هون هي نفس هذا لذلك ما رح عمل substitution ولكن اول شي رح انسى وجود ل3 x squared واعمل انت derivative لا e to the x cube كأنها e to the x اك 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 x cube from x equals zero to x equals 1 minus 3 times x to the power 3 لان رح ازيد هذا ال power واحد وعندي 1 third from zero to one وتول ب e to the one minus e to the zero minus هذول بروحه طبعا عندي one cube يعني one zero cube يعني zero وال e to the zero كلنا بنعرف هينها equals one so two two minus one minus one يعني الجواب e minus two احبتي انتهى حل هذه المسألة وانتهى ايضا هذا الامتحان متمنيا لكم التوفيق واستودعكم السلامة ترجمة نانسي قنقر